من أيضا مشاهدين تحية مجددا لكم وعودة لاستكمال بقية فقرات غرفة الأخبار حيث من المتوقع أن تعرف سعر اللحم البيضاء انخفاضا محصوصا حيث من الممكن أن يصل سعره إلى 120 دينار خصب ما كشف عنه الرئيس المدير الغان للدوان الوطني لتغذية عن عام وتربية الدواج محمد بطراوي الذي تحدث عن فائض في منتوج اللحم البيضاء وصل إلى 3 ملايين طن ومن جهة أخرى تمكنت مصالح الأمن عبر بعض ولايات الوطن من حجز قنطير من اللحم البيضاء مشاهدين للنقاش هذا الموضوع نسعد باستضافة السيد سليم بودان عضو المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك سباح الخير سيد سليم سباح الخير شكرا على الدعوة المتجددة شكرا لك أنت أيضا على تربية الدعوة إذن سيد سليم بداية لو نتحدث عن أسعار اللحم البيضاء التي تعرف انخفاضا في هذه الأيام يعني اليوم الدجاج سعره رهو 170 دينار ومن المتوقع أن يصل سعره إلى 120 دينار جزائري ربما ما هو السر في انخفاض أسعار اللحم البيضاء يعني هل هو راجع ربما إلى وفرة العرض مقارنة مع الطلب أو إلى ماذا يرجع؟ بسم الله الرحمن الرحيم في بداية القاومة أشكركم متجددة على الدعوة فيما يخص يعني سعر اللحم البيضاء وأنا خص بالذكر الدجاج حاليا الأسعار هي رأي في متناول جميع المستهلكين الجزائريين وهذا يعني أدت أسباب نذكر منها لساب المثال يعني وفرت هذه المادة يعني في السوق بالإضافة كذلك أن هناك يعني مربيين صغار على مستوى يعني جميع ولاية الوطن يمتهنون هذه المهنة يعني تطرابية الدواجن مما يعني يدكون هناك يعني نوعية منها أو كمية يعني من اللحم البيضاء اللي هي الدجاج ما توفر على مستوى السوق والحمد لله من خلال أن الأسواق على مستوى ولاية الوطن هناك يعني انخفاض يعني تدريجي لهذه المادة لجعلها في متناول مستهلكين ولكن بالمقابل يعني كلحم بيضاء ولكن بالمقابل أن هناك لحم الحمراء اللي رأيتش يعني ارتفاع يعني وهذا يعني ليدة أسباب سنفصلها إن شاء الله يعني إلى الأول نعم سيد سليم يعني بحديثنا دائما عن أسعار الدجاج يعني منظمة التجار والحرفيين كانت تحدثت في وقت سابق عن ارتفاع أسعار الدجاج إلى عتبة الألف دينار جزائري خلال شهر رمضان لكن احنا نشوف أنه اليوم أسعار الدجاج يعني في هذه الفترة رهي تعرف انخفاض جد محصوص من بين يعني الانخفاض هذا رأنا نشوف أنه شعبة تربية الدواجد رهي يعني ربما نقوله ربما شعبة موسمية رأنا نشوف يعني الدجاجة ربما باش يكون يعني ملكة كوت يعني في اللوسة الصغيرة يكون يعني من حتى الشهرين مدة باش عن طريق تربية تعود تكون هناك يعني يكبر ويكون صالح للاستهلاك ولكن أنه هناك من خلال أنه السعر المتدني هذا رحنا نشوف أنه كما ذكرت سابقا أنه التجارة هذه أو امتهان مهنة تربية الدواجد رحي كما نقوله عند المربيين الصغار اللي رح يمتهنوا هذه المهنة كمهنة موسمية رحنا نشوف الفترة الحالية انخفاض إن شاء الله يعني عن قارب في رمضان القارب ما يكونش ارتفاع ليكون ربما في السعر في المتوسط لناسب العائلة الجزائرية حتى تستقبل شهر رمضان الكريم المعظم ويكون يعني طبق يعني اللحم الدجاج على مستوى مائدة الجزائرية نعم أستاذ سليم احنا نشوفه بأنه اليوم دائما مع انخفاض أسعار اللحم البيضاء في الجهة الأخرى حجز القناطير من هذه المادة يعني منذ ثلاثة أيام فقط يعني تم حجز عشر قناطير في قسنطينة وقبلها في ولاية المسيلة ست قناطير وقبلها وليات باتنا سبعة وخمسين قنطار يعني دائما من اللحم البيضاء الفاسدة كانت مواجهة للاستهلاك في رأيك لماذا ربما هذا الحجز وهذه اللحم الفاسدة يعني عندما يكون الدجاج سعره 30 ألف أو 40 ألف ما نشوفوش يعني هذه الحجوزات من اللحم الفاسدة لكن عندما ينخفض السعر تظهر مثل هذه الحوادث فيما يخص حجز مصالح الأمنة للمادة هذه متع الدجاج أولا أنه هناك مخفى لكمش بالي أنه فساد اللحم أو المادة على اللحم الأبيض أو اللي هي الدجاج لا يرجع أساسا بالسعر بالعكس هناك أسباب أخرى يعني رئيسية نعم إلا ندى؟ على سبيل المثال هناك يعني شروط الحفظ وشروط النقل ألسكو تتوفر فيها هذه الشروط أو حتى الذبح يعني العشوائي أو حتى يعني الذبح القانوني بما شبه ذلك يعني هل هناك يعني هذه اللحم البيضاء يعني خضعت إلى المصالح البيضارية هل هناك يعني شهادة إثبات يعني الذبح القانوني يعني هدت أسباب متنوعة لكن عندما يكون سعر مرتفع يعني من سماوش عن يعني هذه الحجوزات يعني بهذه الكميات الكبيرة ولكن يعني الأختنا زيها في هذا المجال أنه باش نخصص أنه نقوله بالسعر متدني يقابله فساد في الأخر لا هذا ليست سبب يعني مقنع من بين الأسباب يعني الرئيسية يعني من بينها قدق شروط الحفظ شروط النقل والتخزين بما شابه ذلك لأنه ربما السعر يكون منخفض الناس هذي رهي تستوقي في ذا الجج وربما بعد فترة معينة ما يخرج شنبادي يأدي إلى فساده حتى يعني النظافة يعني في الماء في غرف التبريد أنه فساد اللحم لا يقتصر أساسا على مثل التخزين حتى يعني حتى النظافة تلعب دور كبير نعم نحن دائما ربما في بعض العائلات الجزائرية ننصحهم دائما الثلاجة التحى يكون يعني ننقوها يعني دوريا وخاصة بمادة الخل هذا الشيء اللي يمنع يعني ما يكونش تكاثر للبكتيرا واللي أدي إلى فساد يعني المواد الموجودة على مستوى غرف التبريد أو الثلاجات يعني على مستوى العائلات الجزائرية نعم سيد سليم يعني ما تربطش يعني مثل هذه الحجوزات للحوم الفاسدة يعني ما تربطهاش دائما من أجل رفع الأسعار يعني التاجري فضل أنه ربما يرمي المنتوج على أنه يخفض السعر يعني شفناها في العديد من المنتوجات يعني كالبطاطا البرتقال وغيرها يعني الدجاج ليس هو المدى الأولى شوفي هذو كل الناس اللي تمتهن هذا الشي يعني يرى يتمتهن تحترف سياسة أو كما نقول المضاربة والاحتكار ليحجز لك المنتوج فيما يقول لك حتى يرتفع السعر بشنو وهذا نقولهم أنه منعدي مئة ضمير وهذا يعني ما يمنع يعني منع يعني منع باتنا القانون في هذا الشي يعني في يعني القانون سفر تسعة سفر ثلاثة قانون المتعلق بحماية المستهلك أنه في مدى يعني المدى للناس اللي يقول التاجر بش ميحجزها بش ينتظر حتى يرتفع السعر هذه يعني ممارسات غير أخلاقية بدرجة أولى وغير قانونية بدرجة ثانية وهنا يعني نقول بل أنه يعني الناس اللي ما عندهاش ضمير اللي يتمارس هذه السياسة الغير الأخلاقية بش يحجز لك منتوج بش ينتظر وهذا ربما نشوفه في عينات أو زوج أو ثلاثة أو ما شبه ذلك لبعض الناس اللي منعدي من الضمير واللي راني نشوفه في مادة اللحم البيضاء يحجز لك ربما يقول لك سعر منخفض بعد أسبوع أسبوعين يرتفع السعر ونخرجهم بعد تخرج النتيجة نعم وغير بعيد عن هذا يعني ما حدث ربما في ولاية الجرفة يعني توفهوا ثلاث أشخاص يعني بسبب اللحم الفاسدة يعني كبت الدجاج اللي كان فاسد وهذا كذلك ربما نقطة نقدروا نربطوها مع هذا اللحم الفاسدة من أجل رفع الأسعار دائما يعني أنتم ما هندورتعكم كمنظمة حماية المستهلك في هذه النقطة حنا كدورنا في هذه النقطة أولا هو دور أسماء وهو التحسيس والتعي في هذه النقطة بحد ذاته وهو يعني من خلال أنه ننصح المستهلكين الجزائريين أنه لما يقتنين منتوج اللي خاصة بالذكر اللحم البيضاء أنه ورانا نشوفه ما بين التاجر والمستهلكية علاقة بيعوشية علاقة ثقة يعني بينتهم حنا ننصح المستهلكين الجزائريين أنه يقتنوا من المحلات اللي معروفة تكون هناك يعني سلعة دورية على مستوى هذا المحل يعني وخاصة أنه اللحوم على مستوى للقصابات أو أصحاب اللحوم البيضاء أنه رانا نشوفه تاجري يقتني كمية معتبرة أو يعني القصاب يقتني كمية معتبرة من اللحم ويخليه يعني في الفريقو ربما بعد أسبوع أسبوعين باش يكملوا هنا يعني الفترة الزمانية اللي كل ما طول كل ما يأثر على المنتوج لأنه نتيجة يعني بكتيرة أو ما شبهها ذلك اللي راح تتعرض لها اللحوم البيضاء حنا دائما ننصح المستهلكين الجزائريين لإقتناء من المحلات اللي راح معروفة ويكون عندها يعني زبائن دورية باش يعرف اللي يتأكد بالمنتوج هذا اللي راح عند المحل راح يمشي ما يبقاش يعني مكدس ربما حتى المدة أسبوع وكذلك ننصح المستهلكين الجزائريين حتى يبلغونا لأن نوعية المنتوج تكمن في التبلاغ إذا ما بلغش المستهلك الجزائري على منتوج ما ما يوكبش يعني تطلعاته وما يوكبش المعايير المعمول بها هنا أنا نقول أنه النوعية يعني غير 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 كي ما نقوله غير مطابقة للمعايير نعم نعم وسنعود إلى النقطة فقط وستسليم ما نعتذر إذن مشاهدين نذكركم أنه في هذه الأثناء ينعقد أو ينعقد اليوم وغدا الاثنين اجتماع الحكومة بالولات بمشاركة رؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء البلديات وينظم اللقاء بقصر نادي الصنوبر تحت شعار من أجل جزائر جديدة وسيكون هناك برمجة لعدة مدخلات لعدد من الوزراء في مختلف القطاعات ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه بين حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد وولات الجمهورية خاصة بعد الحركة الأخيرة الموسعة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجي تبون في سلك الولات والحركة الواسعة أيضا يوم أمس في سلك الأمناء العمون لعدد من الولايات هذا ومن المرتقب أن يكون اللقاء فرصة لتناول المشاكل العميقة التي يعيشها المواطن وطرق حلها بعيدا عن الأسليب النمطية القديمة حيث سطرت لهذا اللقاء ست ورشات عمل بحضور وزراء الحكومة إذن نعود إلى حديثنا معك كالسيد سليم بوداني ونبقى دائما في نقطة التبليغ من طرف المواطنين لكن في بعض الأحيان أن المواطن ما يعرفش أن هذه اللحوم رح تكون فاسدة أم تكون دون نوعية وجودة ربما هذه النقطة رح تأثر على صحة المواطن وهنا يبرز دور منظمة حماية المستهلك فيما يخص المواطن ما يعرفش ربما اللحم إذا كان فاسد أو غير فاسد نحن نشوف أن الله سبحانه وتعالى منح لعباده حاسة الشم وحاسة يعني كما نقوله إحنا الرائحة ومشابها ذلك يعني خمس حواس واجدادنا يعني وجدودنا يعني سابقا كانوا يفرقوا ما بين المنتوج يعني السليم واللي ويكون يعني في حالة يعني سليمة والمنتوج الفاسد من خلال الرائحة أنا يعني المستهلك الجزائري يمكن أنه من خلال أنه حاسة يعني الشم أنه يفرقوا ما بين إذا كان المنتوج يعني سليم هذه كأبسط يعني شيء نقوله من خلال الرائحة النتينة اللي تكون في المنتوج اللي يصدرها وخاصة أنه المنتوجات وخاصة اللحم البيضاء هي رهي منتوجات يعني سريعة التلف نعم وخاصة بالذك مثلا اللحم المفرومة اللي رح تتعرض يعني تكون أكثر خطورة في حالة فسادها واللي هي يعني تتعرض إلى بكتيريا وتكون يعني سريعة التلف بدرجة أولى وحتى يعني الحكومة الجزائرية أصدرت من خلال مراسيم تنفيذية عدة متنوعة وعلى رأسهم يعني مرسوم التنفيذي المتعلق بقانون حماية المستهلك 0903 اللي يعني تنص على إلزامية أمن وسلامة المنتوجات وإلزامية الأمن يعني النظافة الصحية للمواد الغذائية وما شابه هي صار ما في هذا الشيء بحد ذاتها يعني من حد المراقبة الصحية للمنتوجات لأن سلامة المنتوجات ليستهلكها المستهلك الجزائرية خاصة منتوجات الواسعة الاستهلك هي سلامتها هي من سلامة الصحة العمومية وخطرها من خطر الصحة العمومية فهي مرتبطة على الأساس بصحة العمومية بدرجة أولى نعم وعندما تحطوا عن تسويق هذا اللحوم الفاسدة في الأسواق الجزائرية يعني بعد عرضها في الأسواق الجزائرية يعني هذه المنتوجات ما يشتخضع اليوم للرقابة المسؤولية تقع على عاتق من؟ شوف هي منتوجات خاصة اللحوم خاصة الأسواق في الأسواق نحن ننصح المستهلك الجزائرية بتاعدورنا نشوف الأسواق الأسبوعية لأننا نشوف الذبح على الهواء مباشرة ونشوف أمام الجمهور طريقة الذب سواء الدجاج أو سواء اللحوم البيضاء ومن ثم يذبحوا ويقطعوا ويبيعوا ربما المواطن اليوم الصباح يلجأ لهذه الطريقة يعني يقول لك أنا نستهلك مادة دبحت أمام مرأة عيني يعني في ذل اللحوم الفاسدة التي في بعض الأسواق ولكن المستهلك الجزائري ولكن المستهلك الجزائري يجهل أنه هذه الشيات والدجاج المذبوحة يعني أمامه يجهل إذا كانت صحية أو مريضة على هنا تدخل مصالح البيضاء على هنا دايما أنه ننصح المستهلك الجزائري يقتني اللحوم البيضاء من المحلات اللي تخضع إلى الرقابة والذبح يكون في الباطور كما نقوله حنا وتخضع إلى المراقبة البيضاء ونشوف في ذلك الكاشية ولا ذلك الشريط الأزرق على كل حال الشريط الأزرق حتى نوجه نصحتنا إلى المستهلك الجزائري أنه هو شعرية صحية ما يكون يستهلك ولا يضرب بالصحة ولكن أنه دائما ننصحه أنه يجنبوا الاقتناء اللحوم على مستوى الأسواق اللي راي يقولك تنذبحها أمام عيني ولكن اللي تنذبح أمام عينيك هل أنت متأكد أنه هذه الدجاجة صحية هل هذه مش معارضة لمرضمة هل يهدي أشياء هذه اللي راي تذبح أمام عينيك صحية هنا تتكلم نقطة الوعي بالنسبة لمستلك الجزائر ولكن أنه دائما ننصحه أنه يقتني في الأماكن اللي تكون تخضع إلى الرقابة البيطارية في الأماكن اللي تكون فيها تخضع يعني لمراقبة دورة من طرف أعوان الرقابة ودائما نشوفه دائما تخضع إلى شروط الحفظ والتخزين السليمة والمحل يكون مقيم صح باش نروح له يعني للسوق الأسبوع كل أسبوع ونشري للحمد ثم وكل شيء هنا راكب يشكل خطر على صحته بضي رجاء ولو نحن كمنظمة جزائر الحماية المستلكة نصحه بعدم أنه يكون له هذه الممارسات اقتناء اللحوم اللي تفرم ربما أمام عينه أمام الجمهور ربما تذبح أمام الجمهور أنه يتجنب هذا الشيء لأنه راكب يشكل خطر لصحته كفرض وكعائلته كعائلة نعم والأستاذ سليم يعني عندما انتحدث ربما عن المذابح الشرعية وغير الشرعية هناك بعض المذابح تنشط بطريقة عشوائية يعني في ربما الأوساخ الرائحة يعني وغيرها لكن ربما هنا اليوم شكون ليحمي المستهلك الجزائري من مثل هذه المذابح يعني المواطن اليوم ما وش يعرف بأنه ربما هذه المادة يعني أو اللحوم البيضاء سواء اللحوم بيضاء أو حمراء يعني دبحت ربما في مذبحة شرعية وبطريقة قانونية شكون ليحمي المواطن الجزائري اليوم؟ هي فيما يخص المذابح أنه من خلال ما نشاهده أن تقريبا إلا ما نقول مئة بالمئة أن تقريبا في كل بلدية موجود مذبح عمومي تابع يعني ربما تسير مصالح البلدية أو يعني قطع من القطاعات يخضع إلى مراقبة بيطارية وهنا يتمز عملية الذبح فيها أما المذابح العشوائية هي رهي عشوائية هبدا المستلحة هي رهي عشوائية ومدام عشوائية منارة هي غير قانونية ولا تخرع إلى الرقاب هنا يكمن يعني دور التبليغ المستهلك الجزائري أن المذبح هذاك رهي عشوائي وراهي غير خاضع إلى الرقابة لا يكمن أنه تبليغ المستهلك الجزائري لهذا الشيء حنا رح نتخذ إجراءاتنا من خلال تواصل مع يعني ربما المديرية والمصالح المعنية اللي تكون على مستوى ذلك المذبح حتى تتدخل باش تضح حد للتجاوزات اللي رح ولا يعني تغلق هذا المذبح لأنه المستهلك الجزائري إذا شاف المذبح أنه غير قانوني وراهي يعرف باللحام الليلة يذبح ثمك رهي يأكله راهي شكل خطر على صحته ولا الصحة العمومية هنا نقول ونذكر أنه تبليغ المستهلكين على هذا الشيء أكثر من ضرورة ودائما نربط يعني سياسة التبليغ عن هذا الشيء التجاوزات مرتبط على الأساس وطريقة مباشرة بالنوعية إذا ما نكوناش نمشي نفسنا يعني بسياسة التبليغ ما نشرح يعني يكون نوعية يعني تواكب تطلعات المستهلك والمعايير المعمول بها نعم الأستاذ سليم في هناك نقطة جد حساسة دائما بخصوص شعبة الدواجين في هناك بعض مصانع الكاشير تستعمل مادة اللحوم البيضاء وفي هناك بعض الدجاج هو يكون مخصص فقط لوضع البيض ولا يصح أكله إلا أنه بعض المصانع اليوم أصبحت تستعمل هذه المادة من اللحوم البيضاء في صناعة مادة الكاشير هي ما يخفلكمش أنه مادة الكاشير أنه يرى مادة خطيرة وسرعة تتلف ستشكل يعني خطر مباشر يعني للصحة العمومية إذا ما وقبت الشروط ومعايير المنصوصة عليها لكي يلحق المنتوج من المنتج إلى المستهلك يبقى يعني المادة الأولية التي تخدم بها الكاشير يعني نذكر على سبيل المثال الدجاج الدجاج مختلف بأنواعي ولكن للمعلومة حتى نوضح يعني معلومة للمستهلك الجزائري نعم أنه مادة الكاشير مصنوعة من الدجاج والدجاج هذا هناك مصالح بيطارية ومخابر موجودة على مستوى هذا المنتجي نحن لشنا يعني خلل وربما نرى نشوف أنه الدجاج هذا ريخض إلى مراقبة يعني بيطارية على أساس أنه صالح للاستهلاك يعني الدجاج هذا أو غير الصالح ولكن في بعض الحالات لم يبلغ على البقايا الريش الموجودة في الدجاج يعني نعم في بعض الحالات أقول في بعض الحالات لم يبلغ على المواد يعني بقايا الريش الموجودة في الدجاج ومن ثم يتم يعني عمل الكاشير هذا وهنا يدخل يعني المستهلك الجزائر نشوفه من خلال الصور اللي يبعثونا بقايا الريش موجودة في الكاشير يبعثونا يعني الصور وإحنا مباشرة نتواصله مع المنتجين ولما نتواصله مع المنتجين يخفلكمش أنه نحن كمنظمة لما نطرح المشكل إلا ويقابله اقتراح للحل التاني لك أنا باش نطرح لك مشكل وما نقابلهش الحل نظن أنا ما نطرحهش خمال أنطرحه ولكن لما نطرح المشكل إلا ويقابل الحل يعني الأنسب اللي يرضي المستهلك ونقطة يعني مهمة جدا أنه المستهلك الجزائري إذا ما بنلغش دائما نذكر ونعاود إذا ما بنلغش وما بعثناش صور راه يسمى راه بشي هذا راه راضي عليه ولما يبلغنا يعني كمعلومة يعني مفيدة للمستهلك الجزائري لما يبعثنا يعني الكاشير يبعثنا يعني من رضلو يعني رقم الحصة لأنه المواد هذه يعني المنتجات الغذائية راه يتنتج يوميا وكل يوم عندها تاريخ يعني صالحية التحة وتاريخ إنتاج التحة وحتى رقم الحصة يعني ربما معلومات يعني نقدمها والمستهلكين الجزائريين حتى يسهلوا من عملية أنه البحث من خلال إذا وجدنا التجاوزات وتواصلنا مع المنتج يعني يبعثنا رقم الحصة وفي رقم الحصة هذيك فيه تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية والرقم هناك يبعثنا إحنا نتواصله مع المنتج وهو راه يعود يعني يشوف أنه الحصة هذيك إسكو في إمكانية الساحب أو ربما يخليها أو ربما يشبه هذك إذا كانت تشكل خطر كبير بطبيعة الحار راح يسحبها هذه هي كنصيحتنا للمستهلك الجزائري نعم وفي حال عدم استجابة ربما المصنع لسحب المنتج من السوق الجزائري هناك تدخل مصالح الرقابة من أجل يعني وضع آليات من أجل يعني ردع هذا المنتج وسحب المنتج نعم هناك آليات أخرى يعني تنتهج إحنا بطريقة وضية أو ما شابه ذلك نتواصل مع المنتج وتقريبا أن المنتجين هم قريبا متجاوبين معنا إلا إذا كان يعني كما نقوله هنا يا منعادين منظام مير لا سمح والله وكنقطة يعني إحنا من المنظمة جزائري من المستحيل باش حنا نقصر المنتج المحلي من المستحيلات بالعكس حنا نكشفوا على هذه التجاوزات ونمنحوا حلول يعني من منحوا حلول باش يحسن من نوعية المنتج ويحسن يعني باش يكون عندها رغبة يعني تطلعات المستحيل وما يخفى لكمش أنه هناك يعني منتجات في مدة الكاشير وكما نذكر يعني في الباطي منتجات يعني ما شاء الله حسنة من نوعية تحها وها هي موجودة في السوق ونشهد عليها على نشهد على ذلك يعني على هذا المنتج نعم إذن شكرك السيد سليم بوداني عضونا منظمة الجزائرية لحماية المستهلك على كل هذه التوضيحات شكرا لك إذن مشاهدين الآن نمر لأهم جاتبه الصحف الوطنية لنهاري اليوم في فقرة بأعين